مشاهدين الكرام في كل مكان برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعي عبر الكتاب من الأمور التي تميز الكتاب المؤدس وحده دون أي كتاب آخر أو مختلف عن أي كتاب آخر تجعله مختلف عن أي كتاب آخر هو النبوات فالكتاب المؤدس مليء بالنبوات والعهد القديم مليء بالنبوات ومحور نبوات العهد القديم هي شخص الرب يسوع المسيح طبيعته وإرساليته وعمل الكفاري وكل ما يتعلق بشخص المسيح البعض بيقول أن الكتاب مؤدس العهد القديم يحتوي على أكتر من 300 نبوة عن شخص المسيح لكن هي في الحقيقة أكتر من كده بكتير إذا أضفنا كل الأمور الرمزية التي يتحدث عنها العهد الجديد والتي نجد تحقيقها في شخص يسوع المسيح ومن الأمور أيضا الغريبة والعجيبة أن الطعن في نبوات العهد القديم وأن هذه النبوات ليس لها علاقة بشخص المسيح هذا الطعن بدأ قديم قديم الزمان فهو ليس بالجديد لما بدأت الكنيسة الأولى وبدأ المؤمنين الأوائل في نشر رسالة الإنجيل وتوصلها إلى كل بقاع المسكونة وزي ما بنقرأ حتى في سفر أعمال الرسل كان بوليس الرسول من أول الأماكن اللي كان يدخل إليها في كل مدينة بيزورها هو المجمع اليهودي فكان يقدم المسيح الذي تنبأت عنه النبوات في العهد القديم ظهرت حركة مضادة بنسميها Anti-Missionaries أو ضد المرسلين المسيحيين حركة من اليهود فيها بقومه عمل المرسلين والكارزين باسم يسوع المسيح والحركة دي بدأت مع بداية القرن الثاني الميلادي كل هدفها أنها تحاول أنها تطعن في مصداقية ارتباط المسيح بنبوات العهد القديم يعني عندنا مثلا الكتابات اللي تكتبت قبل ميلاد المسيح عن إشعياء 53 الكتابات اليهودية كثير منها يؤكد على أن هذا هو المسيح هذا هو عبد الرب المسيح لكن الكتابات اللي جات بعد الانتشار المسيحية رحت عملت reverse أو عملت يعني رجوع أنه لا 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 النص ده ما بيكلمش عن المسيح أشعياء 53 بيكلم عن الأمة اليهودية أو بيكلم عن النبي أرمية هكذا كان فيه هذا الاتجاه ومن هذا الاتجاه أيضا انتشرت أفكار كثيرة معادية لأن المسيح هو تحقيق لنبوات العهد القديم النهاردة هاخد وحدة من هذه النبوات الصارخة من حيث الوضوح ومن حيث أيضا القارينة ومن حيث اللغة والتي تؤكد أن يسوع المسيح قد تنبأت عنه الكتب والأنبياء في العهد القديم بل هو موضوع نبواتهم وموضوع رسالتهم من أكثر الأصفار في العهد القديم التي نطلق عليها الأصفار التي تتحدث عن المسيح هو سفر إشعياء فسفر إشعياء بعد سفر المزامير يعتبر تاني سفر في العهد القديم يحتوي على نبوات كثيرة جدا عن شخص المسيح ابتداء من أصحح سبعة لما بيكلمني عن ميلاده العدراوي بيكلم عن أصحح تسعة يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون رياسة على كتفيه ويدعى اسمه مشيرا عجيبا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام وبعدين يتكلم عن غصن داود وبعدين يتكلم عن العبد المتألم ويتكلم عن ألامه فأشعياء مليان بالنبوات اللي بتتكلم عن شخص المسيح واحدة من هذه النبوات زي ما ذكرت هي أشعياء سبعة وعدد أربعة عشر أشعياء سبعة وعدد أربعة عشر والنهاردة هيكون موضوع الحلقة هو شرح هذا النص من خلال الرد على داعية أساء فهم وتفسير هذا النص كده عنوان حلقتنا النهاردة الداعية الذي أساء فهم وتفسير نبوة عمانوئيل وأشعياء سبعة أربعة عشر هو بنسميه نبوة مرتبطة بالميلاد العدراوي مرتبطة بعمانوئيل نبوة عمانوئيل في أشعياء سبعة وعدد أربعة عشر طيب النبوة دي بتقوليني النبوة دي بتقوليني بكل وضوح وأنا حط النص العبري قدام النص العربي قدام حضراتكم ولكن يعطيكم السيد نفسه آية هالعذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل النص ده مهم جدا لأنه النص ده ونقتبس في العهد الجديد وفيه متى أصحاح واحد وفيه عدد اتنين وعشرين والنص ده فيه أكتر من كلمة مفتاحية هي اللي هنتكلم عنها النهاردة ونحاول نفسرها أنا عارف ممكن يكون النص ده بالنسبة للبعض فيه أو النهاردة يعني البرنامج هيكون شوية فيه بعض التفاسير والمراجع والمعاجم اللغوية إلى آخر فممكن تحس إنه الموضوع صعب شوية لكن من فضلك ومن فضلك يعني اصبروا علينا للآخر وأتمنى إن الصورة توضح بكل وضوح ونكون بنقدم حلقة بتأكد فيها مصداقية الكتاب المؤدس وإنه إزاي الآية دي لم يخطئ متى عندما اقتبس من هذه النبوة وقال إنه كما هو مكتوب أو زي ما ذكر الملائك بصراحة إنه كما اللي كيتم ما هو مكتوب بالنبي هالعذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه أمانوئيل الكلمات المفتاحية في النص ده هي كلمة لكن ودي كلمة مفتاحية مهمة جدا خليني بس أحط لكن وكلمة آية اللي هي أوت وهالعذراء هني ها علمها الكلمات دول مفتاحية جدا تعتبر مفتاح للآية إنه نفهمها ونعرفها طيب قبل ما دايما نتعلمنا في مبادئ علم التفسير إنه لما بتفسر آياء حاولي نكتفهم القرينة كويس فإيه القرينة بتاعة هذه الآية خليني قبل ما أقول القرينة وأنا أشرحها خليني الأول نسمع الفيديو الخاص بالدعية اللي بتكلم عن القرينة وإزاي إن هو بيبسط القرينة وبيشيل منها حاجات كتيرة جدا هتكلم عنها بعدين علشان يوصل لغرض هو عايز يوصله فأول فيديو هنشوفه بيتكلم فيه عن قرينة هذه الآية فخلينا نسمع الفيديو ونرجع نعلق عليه السابع من سفر الشهابي يتكلم عن رصين ملك أرام وفقح ابن رمليا ملك إسرائيل الاتنين دول عملوا تحالف من بعض وقرروا أن هم يغزوا مملكة يهوذة اللي كان الملك بتاعها اسمه أحاز أعزت رعب جدا فإشعيها النبي راح لأحاز وقال له ما تخافش أحاز الرب بيقول لك اطلب لنفسك علامة قوت اطلب العلامة اللي انت عاوزها والعلامة دي لما تحصل خلاص المشكلة بتاعتك حتي تحل تماما فأحاز قال له أنا مش عاوز حاجة من الرب لا أطلب ولا أجرب الرب إشعياء قال له الصابية بعدما ترجبناها هالصابية تحبل وتلدو ابنا وتدعو اسمه عما نقيل لا قد الكلام ده بيسوع أو مريم وحادث بتحصل بعد صباح وخمسين سنة طيب شفتوا يعني أنا بس حاولت أوضح الفكرة بتاعته أو أجيب لكم الفيديو اللي بيوصل فيه فكرة القرينة إن القرينة بحسب وجهة نظره ما هي إلا حرب ما بين بعض الملوك وكان من ضمنهم أحاز وأحاز خاف فالرب بعد إشعياء والرب قال لأحاز أطلب آية أعمك طلبك أو رفعه إلى فوق فقال أنا لا أطلب ولا أجرب الرب فالرب قال له إنه هيعطي آية إنه هالعذراء تحبل وتلد ابنا وإنه إيه علاقة دون بميلاد المسيح بعد سبعمية وخمسين سنة ده المقدمة أو القرينة اللي هو فهمها كويس وأنا عندي سؤال إنه القرينة اللي أنت فهمتها دي القرينة دي إحنا عندنا في الإيمان المسيحي نص الحقيقة كذب وتسعة وتسعين في المية من لو ما قلتش الحقيقة كاملة لو قلت تسعة وتسعين في المية تبع تتبر أيضا كذب فاللي أنت قلته جزء من الحقيقة لكن ليس كل الحقيقة وأنا عارف أكيد إن أنت أريد تفسير كتير جدا عشان توصل لي اللي أنت عايز توصله لكن هنشوف إزاي إنه إنه هو يعني عمل القرينة كأنها حاجة بسيطة جدا إيه المشكلة؟ إنه رصين ملك أرام وإنه فتح إبن رماليا ملك إسرائيل اللي اتنين يتعاونوا مع بعض علشان يهجموا أحاز ملك أرشاليم إيه المشكلة في كده؟ وإيه علاقة دون بإنه ربنا يديله آية والعزراء تحبل وتلد وإنها تتحقق بعد 750 سنة طيب ده بالنسبة لي خليني أقرأ لحضراتكم القرينة وبعدين هعلق عليها لأنه فيها أجزاء مهمة جدا تعتبر فعلا هي المفتاح لفهم الآية دي ولفهم أيضا النبوة التي قالت في أصحاح 7 وعدد 14 شوف وحدث في أيام أحاز بن يوتام بن عزية ملك يهوزة يبقى ده أول واحد أحاز ده ملك يهوزة ويهوزة هي المملكة الجنوبية يهوزة هي المملكة الجنوبية بعدما أسمت مملكة إسرائيل بيئت في إسرائيل فوق الشمال والجنوب تحت أرشاليم أن راسين ملك أرام صعد مع فقح بن رماليا ملك إسرائيل إلى أرشاليم لمحاربتها فلم يقدر أن يحاربها ليه هم عملوا كده راسين ملك أرام وفقح بن رماليا كانوا عايزين يعملوا تحالف التحالف دوان علشان يبقى قوة مضادة لأشور أشور كانت بنسبة لهم سبب تهديد كبير فقالوا أحسن حاجة نعمل إيه نعمل تحالف ملك إسرائيل مع ملك أرام ومع ملك يهوزة اللي هو أحاز أحاز رفض أن يخش التحالف ده كويس فلما رفض أحاز أن يخش التحالف اللي اتنين دول قرروا أنه طيب أحاز بقى دلوقتي بقعدوا لينا فاحنا نحارب أحاز فلم يقدر أن يحاربها وأخبرها ببيت داود خلوا بالكم من عبارة ببيت داود لأنه ده مفتاح اتكررت مرتين في النص ده بيت داود هو كلمة تعبير مفتاحي لفهم هذه النبوة فأخبر بيتي داود وقيل له قد حلت أرام في أفرايم فرجف قلبه وقلوب شعبه كرجفان شجر الوعر قدام الريح فقال الرب الأشعياء أخرج لملاقات أحاز أنت وشار يشوب ابنك إلى طرف قناة البركة العليا إلى سكة حقل القصار وقل له احترز واحداء لا تخف ولا يضعف قلبك من أجل ذنبيحتين الشعلتين المدخنتين بحمو وغضب رسين وأرام وابن رماليا طيب نكمل بعض الحكاية فزي ما قلنا أحاز خاف فربنا بعث له إشعياء النبي يشجعه وخد ابنه كمان معاه اللي هو بيعني البقية تعود أو أن الرب يوعد أن البقية تعود لأن أرام تأمرت عليك بشر مع أفرايم وابن رماليا قائلة خلوا بالكوا التهديد بقى هنا دا المهم نصعد على يهوزة ونقودها ونستفتحها لأنفسنا ونملك في وسطها ملكا ابن طبقيل دا التهديد الحقيقي اللي هو هذا الدعية مش عايز يقوله أو مش قادر يفهمه أن التهديد لم يكن حرب عادية التهديد كان لبيت داود التهديد كان أنه ينزع الأسرة المالكة الحاكمة التي قطع الله معها عهد من خلال داود أن هذه الأسرة تزل تملك إلى أن يأتي ابن داود بحسب الجسد الذي هو المسيح فالتهديد لم يكن مجرد حرب فيا ما إسرائيل دخلت حرب ويا ما يهوزة دخلت حرب ويا ما دمروا بعضهم البعض ويا ما شعوب أخرى دمرتهم لكن النص دا مش بيكلم عن حرب عادية النص دا بيكلم عن تهديد لبيت داود تهديد لعهد الله مع داود تهديد لتحقيق وعود الله اللي قطعها مع داود ولو عايز ترجع لعهد الله مع داود لازم ترجع إلى سمويل الثاني وأصحاح سبعة قالوا بالك لأنه دا نص مهم جدا وعيز وبعدين يقولوا إيه هكذا يقول سيد رب هكذا يقول سيد رب لا تقوم لا تكون يعني إيه كلام دا يعني اللي هم خططوله مش ممكن أبدا هيتحقق إنه يشيلوا بيت داود وينصبوا حد تاني مكان داود لن تقوم لن يقوم ولن يكون ليه رب كده لأنه أنا قطعت عهدا مع داود وقلت إنه مملكة داود وابن داود سيجلس على مملكة داود إلى الأبد وده كان عهد الله وإنه هذا البيت لن يزول بيت داود لن يزول إلى أن يأتي ابن داود الذي هو المسيح بحسب الجسد يسوع المسيح فالتحديد ما كانش حرب ويقول لك حرب وما كان كان يعني أحاس غير مؤمن وبعدين ربنا قاله اطلب آية ويعني مش بالبساطة دي أو سوري يعني في اللبز ليس بهذه السزاجة يا ما أحاس دخل حروب ويا ما إسرائيل دخلت حروب ويا ما اتهددوا من أماكن كثيرة جدا التهديد دا مختلف عن أي تهديد التهديد دوا كان عن نزع بيت داود من الملك ومعناه قطع عهد الله مع داود وانتهاء دا التهديد عشان كده قاله إيه سمعا دا الرب فكلم أحاس قال اطلب لنفسك آية من الرب إلهك عمك طلبك وهنتكلم معنا كلمة آية عمك طلبك أو رفعه إلى فوق فقال أحاس لا أطلب الرب ولا أجرب لا أطلب ولا أجرب الرب أحاس لم يكن مؤمن كانش من الأنبياء مصوري ما كانش من الملوك الأطقياء أحاس أريدي كان يعني هو أريدي قرر أنه أمام تهديد أرام وأمام تهديد السامرة هيروح يطلب معونا من أشور يعني هو أريدي عمل خطة أنه مش هيعتمد على ربنا هو هيعتمد على أشور أنها تحمي من التهديد بتاع أرام وبتاع السامرة فقال اسمعوا يا بيت داود اسمعوا إيه؟ يا بيت داود مرة تانية بيقول لنا النبوة دي مش موجهة للشعب النبوة دي موجهة لبيت داود لأن الخطر الحقيقي الذي كان يواجه كان يواجه بيت داود اسمعوا يا بيت داود هل هو قليل عليكم أن تتجروا الناس حتى تتجروا إليها أيضا؟ ولكن يعطيكم يعطيكم هنا بالجمع لبيت داود يعطيكم السيد نفسه آية هالعذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانويل لحد كده احنا نقدر نفهم القرينة زي ما قلت الخطر والتهديد الحقيقي لم يكن المشكلة مشكلة حرب بين السامرة وارشاليم اللي يقرى فينا سفر الملوك التاني يعرف كويس قوي الملوك الاول وملوك من نصف الملوك الاول يعرف لما انقسمت المملكة كان بعد أيام سليمان نروح بعام ويوربعام اللي اتنين نياما دخلوا حروب مع بعض كثيرة وكان في حروب ما بين اللي اتنين كثيرة فهذا ليس بالجديد الخطر الحقيقي زي ما قلت هو في نزع بيت داود نزع بيت داود من الملك وهذا معناه تهديد العهد الله مع داود وبيت داود إذا نجح راسين ملك أرام وفقح ابن رماليا في نزع أحاز وتنصيب بدلا منه ابن بطئيل يبقى نجح في انه يزيل عهد الله مع داود وينهي هذا العهد وعشك كده رب قال لا يكون ولا يقوم مش هيتم كده ليه لأنه الرب هو اللي قطع هذا العهد والرب أمين على عهوده والرب هيتمم عهوده لبيت داود إلى النهاية حتى يأتي ابن داود بحسب الجسد الذي يجلس على كرسي داود إلى الأبد وعشان كده لما نقرأ في ماتة نجد أن يسوع المسيح هو ابن داود بحسب الجسد لما يرجع بالنسب يرجع أيضا إلى إبراهيم وإلى داود ليه؟ لأنه عايز أقول أنه المسيح هو الوريث الشرعي لملك داود فالنص هنا نص مهم جدا وليس كما قلت أنه مجرد حرب نصعد على يهودا ونقودها ونستفتحها لأنفسنا ونملك في وسطها ملكا ابن طبوئي هو ده الخطر الحقيقي إحنا هنزيل بيت داود من الوجود عشان كده الرب قال لا تقوم ولا تكون فهمنا القرينة دي القرينة القرينة دي فهمنا لهذه القرينة يساعدنا على فهم هذه النبوة فهي لم تكن حرب عادية فياما حروب قامت لكن التهديد الحقيقي هو أن يمحى بيت داود ويزول بيت داود من الملك داينست جديدة يجيبوا داينست جديدة يجيبوا عائلة جديدة كويس تملك في أرشاليم وبكده يكون عهد الله مع داود انتهى ولا يقوم والرب قال دا مش هيحصل دا مش هيحصل طيب فراح بص للشعب اللي هو أشعياء وقال للشعب أوكي إنه لبيت داود كلم لبيت داود قال لهم ها سيد الرب نفسه يعطيكم آية ها العدراء تحبل وتلت ابنا وتدعو اسمه عمانويل طيب نيجي بقى لجزء آخر شو بقى شفنا القرينة والقرينة دي مهمة جدا زي ما قلت لفهم الناس نيجي لي كلمة أخرى مفتاحية وهي كلمة أوت ولكن يعطيكم السيد نفسه آية كلمة أوت وطبعا الفيديو اللي جاي كله اللي هنتفرج عليه هو من الناحية اللغوية عمل يعني يعني بيكلم عن إنه كلمة أوت أو الكلمة العبري من الناحية اللغوية تعني علامة بانر سعين كويس وإنه إنه نحن نفسرها على إنها معجزة ده تفسير خاطئ هي ممكن تحمل معنى المعجزة لكن هي ليست معجزة في النص ده بنسباله هي ليست معجزة خلينا نشوف الفيديو اللي بعد كده اللي بيحاول يشرح فيه من الناحية اللغوية ومن ناحية اللكسكنز والمعاجم اللغوية يحاول يشرح فيه يعني إيه كلمة أوت خلينا نشوف الفيديو ونرجع نعلق عليه كلمة آية المسحين بيعتبروا كلمة آية معناها معجزة وفعلا كلمة آية ممكن يكون معناها معجزة لغويا ممكن يكون معناها معجزة فعلا لكن هل ده المعنى الوحيد لكلمة آية هل ده المعنى الأول لكلمة آية إيه بقى المعنى العبري للكلمة الكلمة العبرية أوت اللي هي آية كلمة آية هنا أو كلمة المفسرين المسيحيين بعضهم بيقول ان معناها معجزة. بعضهم بيقول لا. كلمة اللي في النص ده ايش هيئة سبعة اربعتاشر معناها علامة او دليل او برهان او امارة. طيب اه ده هو من الناحية طبعا اللغوية كلمة اوت. كلمة اوت اه لو شفنا مسلا هنا في اه انا حاطت قدام حضراتكو حتى المرجع تحت ده برو ان ده اراميك لكسكن او ده اول تسمنت. انه انه كلمة اوت بتعني ساين علامة او امارة. لكن ايضا هنا بيكلم انه كلمة اوت بتعني علامة للتأكيد. يعني حاجة ربنا بديها ليؤكد الحق اللي هو اعطاه. كويس. الحق اللي ربنا اعطاه دوا. وانه هي بتعني علامة معجزية ميركليا الساين. واللي هي بتبقى زي برهان للبعض انه يؤمن. يعني يعني الاية كلمة اية هي تعتبر علامة علشان تقود شخص من خلال حدوثها الى الايمان. ده 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 اللي بيقوله. كويس. وده اللي بتقوله اللغة. لكن ايضا كلمة اوت تعني معجزة. طب ليه بقى هنا الكاتب استخدم كلمة اوت. ليه ما قلناش ما قلناش انه ها سيد رب يعطيكم عجيبة معجزة. ليه استخدم كلمة اوت اية. هو طبعا الفيديو اللي بعد كده هنتفرج عليه. هو علشان يحاول انه ينزع حقيقة العمل المعجزي في الاية دي. في انه ها سيد رب يعطيكم اية. ها العدراء تحبل وتالت ابنا. انه عشان ينزع البعد المعجزي فيها. عشان هو مش عايز يربطها بميلاد المسيح. كويس. فهو كل اللي عايز يعمله ان ينزع البعد المعجزي منها. فبالتالي تكون مجرد آية عادية. علامة عادية. صين عادية. اي حاجة ربنا بيديها كده عادي جدا. واتحققت في وقتها وما لهاش اي علاقة بيه الرب يسوع. علشان يأكد الفكر بتاعه دون. راح لبعض الايات اللي ذكرت فيها كلمة آية واستخدمها. وطبعا هنشوف انه استخدامه هو استخدام زي ما قلت. ليس الامين من الناحة الاكاديمية. هو عنده غرض عايز يوصل. الغرض اللي عايز يوصله انه ينزع حقيقة المعجزة وبالتالي ما تطربتش بميلاد المسيح بعد سبعمائة وخمسين سنة. فهو عايز يعملها مجرد علامة عادية. الرب اداها زي اي علامة من العلامات العادية. وانه يجعل المشاهد يبتعد عن الجانب المعجزي الالهي السوبر ناتشرال اللي ممكن يكون فيها. كويس. علشان ما يربطهاش بمجيء المسيح. فاستخدم ايات اتت فيها كلمة علامة او كلمة اود بمعنى علامة عادية. خلينا نشوف الشواهد اللي استخدمها وهارجع اعلق عليها. واهم من المعاجم والقاميس هو ان احنا نشوف الكتاب يستخدم الكلمة دي ازاي. يعني احنا عندنا في تكوين. نقف فينا. مهم جدا ان الجزء ده انه اهم من المعاجم والقاميس نرجع عليه الكتاب بالمؤدس استخدم الكلمة دي ازاي. وده اللي هو هيقع فيه دلوقتي. هو هي يعني زي ما قوله ايه يعني يعني هو بيعتقد في نفسه انه اسكى من الكل. فبالتالي هيروح لآيات معينة وهيترك آيات معينة. فخلينا نشوف الآيات اللي جابها. بيستخدم الكلمة دي ازاي. يعني احنا عندنا في تكوين اللي الصح سبعتاشر. هذا هو عهدي الذي تحفظونه بيني وبينكم. وبين نسلك من بعدك. يختن منكم كل ذكر فتختنون في لحم غرلتكم. فيكون علامة عهد بيني وبينكم. علامة عهد. كلمة علامة. في الختان مفيش معجزة. ده علامة. يعني الختان ده ونقطع الجزء من الجلد. فده ايه المعجزة فيه? فاذا كانت كلمة اوت استخدمت هنا. في الختان. او علامة الختان. علامة العهد. مع ابراهيم وناس له. فبالتالي ليه هنا بتفكروا فيها كمسيحيين. على انها معجزة. كمل مع بعض. وبينكم. علامة عهد. كلمة علامة هنا. للترجمة العربية. حطتها علامة. في النص العابر بيقول اوت. ناخد مثال تاني في تسنيه 11-18. يقول. فضعوا كلماتي هذه على قلوبكم ونفوسكم. واربطوها علامة على ايديكم. ولتكن عصائب بين عيونكم. فالمترجم نفسه ترجم كلمة اوت علامة. خدتوا بالكوه هو راح لبعض الايات. انا بس عشان وقت الفيديو. تريد ان انا فيه شاهد تاني جابه. اللي هو ايضا الحجارة اللي خدها شعب بني اسرائيل من نهر الاردن. وعملوها زي كما كده 12 حجر. كل سبت خد حجر. وخلوها كعلامة. فالمعجزة في كده. الحاجة الخارقة اللي في كده. اذا كان الختان هو علامة. كويس. ده امر عادي. واذا كانت كلمة علامة ايضا او كلمة اوت استخدمت ايضا بعد كده على انه اجعلها علامة على يعني قوائم بيتك او على جبينك. فاليهودي بيحط اسمعيا اسرائيل اللي هي الدجريتش مع بيربطها علشان يتذكر بيها. او الحجارة اللي ربنا قال شعب اسرائيل خدها من نهر الاردن عشان تبقى علامة للتسكار. ايه المعجزة في كده. فبالتالي ليه احنا ليه احنا ترجمنا او في فكرنا نترجم كلمة اية هنا في اشعياء سبعة وعدد اربعتاشر. ليه نترجم على انها معجزة خارقة. ومرتبطة بها ايا ده امر عادي جدا. ده امر عادي جدا. كويس. طبعا زي ما قلت نص الحقيقة كذب. والباحث الامين. ده الباحث الامين. اللي هو للأسف الاخوة المسلمين ما يعرفوش يبقوا امناء في بحثهم. كويس. هو عنده غرض عايز يوصله. عايز ينزع من كلمة اوت الجانب المعجزة. فكل تركيزه على انها علامة عادية. طب هل بقى تعرف. وهو يعرف. انه كل الدربات العشر اللي دربت بيها مصر. الرب اطلق عليها كلمة اية اوت. كلها. كل الدربات العشر من تحويل المية الى دم. من الجراد. من الدبان. من الجلد والبرد. من قتل الابكار. من قتل البهائم. كل هذه الدربات العشر اللي ربنا درب بيها مصر. اطلقت عليها كلمة اوت. وانه اول استخدام لكلمة اوت ارتبط بالشمس والقمر. انا هرجع لبعض الايات اللي هو رفض يستخدمها. واللي هو اعتقد انه هو سمارت قوي. لما يهملها هيقدر يخدع المشاهدين. فبالتالي هينزع من كلمة اوت الجانب المعجزة. كويس. وقال الله لتكن انوار في جلد السماء. لتفصل بين النهار والليل. وتكون لآيات. لآيات وأوقات وأيام وسنين. كلمة اوت هنا. جزر بتاع اوت. كويس. فالشمس والقمر وجودهم اللي خلقهم الرب بقوته وبجبروته. واللي اوجدهم الرب من العدم. اطلق عليهم الله آيات. فالكلمة اوت ليست مجرد معناها علامة. كويس. الاستخدام بتاعها القارينة بتاعتها هي اللي بتحدد معناها. فممكن تيجي في في نص بمعنى علامة. وممكن تيجي في نص آخر بمعنى معجزة وآية. وده اللي بيحدده ايه بيحدده القارينة. بس هو مش عايز يقول كده. هو مجرد اللي استخدمهم. الآيات اللي استخدمها. الآيات اللي بس اللي تخدم غرضه. انه هو يثبت انه كلمة اوت اللي هي علامة علامة عادية. ما فيش اي جانب معجزة. وويس. وده الخداع في حد ده نفسه. كمان. وقال الله. خلوا علامة المثاق. اوت هابريت. علامة العهد. اللي اطعه الله مع نوح. ايه هي بقى علامة العهد. الذي انا وضعه بيني وبينكم وبين كل ذوات الانفس الحية. التي معكم الى اجيال الضهر. وضعت قوسي في السحابة. فتكون علامة مثاق بيني وبين الارض. تفتكر بقى ان القسقزة ده امر معجزة ولده علامة عادية. ايه المعجزة فيها ده. ايه. الامة كويس فالرب يتكلم عن حتى قوس قزح اللي هو علامة المثاق أمر فوق الطبيعي أمر يفوق قدرة الإنسان وإمكانيات الإنسان أمر يؤكد صدق الله وإنه الرب وعد بأمر ما وهيحقق الرب هذا الوعد إلى النهاية تاني نكمل مع بعض تاني لسه هنا يقولي الرب بقى لموسى لما الرب دعى موسى وموسى قعد بقى طب يا رب مش عارف إيه طب ما ينفعشي طب ابعث هارون طب ما بلاشنا فقال إني أكون معك ده الرب بيكلم موسى وهذه تكون لك العلامة كويس التي أرسلتك حينما تخرج الشعب من مصر تعبدون الله على هذا الجبل فكرة عبادة الله على الجبل دي من رابع المستحيلات لشعب إسرائيل مش ممكن تتحقق دي عايزة تدخل إلهي وعلى فكرة دي علامة مستقبلية وكأنه رب بيقول إنه هذه العلامة يا موسى إنه لما تخرجوا من أرض مصر وتيجوا إلى أرض سينة وتعبدوا الرب على هذا الجبل هيكون عبادتكم على هذا الجبل هو العلامة على صدق موعيدي وعلى إني كنت معاك يعني حاجة مستقبلية وحاجة فوق الطبيعي اضطر الله إنه يضرب مصر ويدمر مصر علشان يحقق الوعد بتاعه ده اضطر الله إنه يشق البحر قدامهم عشان يعبروا على اليابسة عشان يوصلهم إلى هذا الجبل بفكر الإنسان بإمكانياته هذا مستحيل لا يمكن لكن ربنا أعمله كلمة أوت هنا استخدمت أيضا كعلام تعالوا بقى الحاجة تاني فيكون بقى ربنا بيكلم موسى فيكون إذا لم يصدقوك ولم يسمعوا لصوت الآية الأولى إنهم يصدقون صوت الآية الأخيرة طب إيه الآيات اللي عملها موسى إيه العلامات اللي قدمها موسى كانت كلها معجزات كلها معجزات إيده اللي خرجت برسا العصايا اللي تحولت إلى حية المية اللي كبها وصار الدم كلها دي آيات دي كلها أطلق عليها آية لكنها في معناها معجزة إنت ما استخدمتش الآياء النصوص دي ليه وإنت بتتكلم عن معنى كلمة آية علشان عنده غرض الغرض بتاعك إنك تضل وتجذب وتدلس على البسطاء وتخدعهم وتقول لهم شايفين يبقى أكيد متى أخطأ والكتير المؤدس أخطأ وهذه النبوة ليست لها علاقة بأي معجزة ده الغرض بتاعك كويس فتيجي للنصوص ويكون إذا لم يصدقوا هتين الآياتين كويس برضو كلمة آية ولم يسمعوا لقولك أنك تأخذ من ماء النه وتسكب على اليابسة فيصير الماء الذي تأخذه من النه ده من على اليابسة دي آية أخرى يبقى الدربات العشر وصفت بأنها آيات وعش كده يجي هنا في خروج سبعة وعدد ثلاثة قولين ولكني أقصي قلبي فرعون وأكثر آياتي يعني آد آتوتي آياتي اللي هي كلمة أوت آياتي وعجائبي في أرض مصر كلمة آياتي هنا تترجم على النهي وأكسر علاماتي هخليكوا ترفعوا علام كده أو هجيب لك شوط حجارة وتعملوها علامة كده لا آياتي هنا بمعنى معجزات قوتي الخارقة الأمور الفوق طبيعية وعش كده ارتبطت آيات وعجائب مع بعض آية أخرى في تسنية أربعة وعدد ثلاثة وثلاثين إلى أربعة وثلاثين هل سمع شعب بصوت الله يتكلم من وسط النار كما سمعت أنت وعش أو هل شرع الله أن يأتي ويأخذ لنفسي شعبا من وسط شعب بتجارب وآيات وعجائب آيات وعجائب وحرب وياد شديدة وذراع رفيع ومخاوف عظيمة مثل كل ما فعل لكم الرب إلهكم في مصر أمام أعينكم كلمة آيات وعجائب بيشير بها إيه كلمة آيات وعجائب بيشير بها إلى الدربات العشر إلى ما صنعوا الرب بمصر والمصريين وفرعون وكل جنوده كويس وصنع الرب آيات أوتت وعجائب عظيمة ورديئة بمصر بفرعون وجميع بيته أمام أعيننا يبقى كلمة آيات استخدمت في الكتاب وعدس كويس واستخدمت على فكرة كلمة قود تسعة وسبعين مرة في أغلب وفي معظم استخداماته الكتاب المؤدس لهذه الكلمة كانت تشير إلى عمل معجزي فوق الطبيعي سيحدث يعتمد على قدرة الله وحده وليس على قدرة البشر طبعا أنت ما تجيبش الحاجات دي أنت تقراها وتعديها علشان عنده غرض زي ما قلت العهد الجديد بقى حتى الترجمة السبعينية ونتكلم عن جزء الترجمة السبعينية لما ترجمت أشعياء سبعة وعدد أربعتاشر جات عندي كلمة آية وترجمتها سيميون ودي الكلمة المحببة التي استخدمت في إنجيل يوحنى يعني لما نعرف تلات أناجيل أنه رب يسوع عمل معجزات كان يشفي كان يقول يصنع خيرا آيات عجائب إلى أخر بس لما يجي عندي إنجيل يوحنى ما يستخدمش كلمة معجزة اللي درس فينا إنجيل يوحنى يستخدم آية وهذه آية أولى صنعها يسوع أمام تلميذي لكي يؤمنوا به وهذه آية ثانية ليه يوحنى استخدم كلمة آية لأنه كلمة آية تختلف عن معجزة كلمة معجزة تشير إلى العمل الخارق الفوق طبيعي اللي صنعه الرب كويس لكن كلمة آية هي تشير إلى العمل الفوق طبيعي القارق الذي صنعه الرب والذي يتطلب تجاوب الإنسان كده في يوحنى لأنه الغرض أن تؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله فكل ما ذكر يوحنى كان الغرض بتاعه من خلال تقديمه ليسوع أن يأتي بالإيمان أن القارق يؤمن بيسوع المسيح فعش كده استخدم كلمة آية كلمة آية تتطلب تجاوب الناس معها وهنا بالضبط في إشعياء ده اللي عايزه ربنا أنه لما قالها السيد رب يعطيكم آية هذه الآية المعجزة تتطلب تجاوب بيت داود بالإيمان والثقة في شخص الله أنه ربنا اللي وعد داود هيتمم وعده إلى أن يأتي ابن داود ويجلس على كرسي مملكته واضحة الفكرة أنا أتمنى أن اللي بقوله يكون واضح نهارد لأنه دي أساسيات أساسيات للأسف هذا الدعية لا يعرفها أو إذا عرفها هو بيحاول أنه يجذب أو يغير الكلمات علشان عنده غرض آخر يضل ما يمكن أن يعني يقوده للضلال سيميون ادرس كلمة سيميون وشوف كلمة سيميون إزاي يحنى استخدمها في إنجيل يحنى أطلق يحنى على كل معجزات يسوع لفظ آيات طيب نيجي إلى جزء آخر بقى وهو هالعذراء طيب يبقى كلمة آية مش زي ما هو بيعني إنه مجرد علامة آه معناها علامة ليها معنى أنه ممكن تستخدم كعلامة زي أي لغة زي أي كلمة على فكرة في اللغات ممكن لها أكتر من استخدام طيب إيه اللي بيحدد معنى الكلمة بيحدد معنى الكلمة القارينة بتاعتها فلما بحط الكلمة نفسها في قارينة ممكن القارينة دي تختلف عن المعناها في القارينة الأخرى فهي ممكن تستخدم كعلامة وممكن تستخدم كآية لكن في الكتاب المؤدس في العهد القديم في أغلب المرات كلمة قوت كانت تشير إلى آية ومعجزة فوق طبيعية سيصنعها الرب طيب هالعذراء هنا ده برضو نقطة أخرى للنقاش قلنا هالعذراء إنه جماعة العذراء هي مجرد صبية وإنه كده يعني ما ينفعش إن إحنا نترجمها عذراء هي لازم تبقى صبية لإنه الكلمة العبري ها علمة تعني صبية فخلين نشوف الفيديو اللي جاي ونعلق عليه الأسوسة بيكذبوا يقولوا لك إن الكلام ده مذكور في العهد القديم أنا مش عارفت هو ليه بيتهم الأسوسة بالكذب يعني أنا دلوقتي أثبت إن أنت الكذاب أنت المخادع أنت العارف لكن أنت بتطوع المعلومة لتحقيق غرضك وبعدين يعني يعني هو لأنه بيقولوا حاجة أنت مش عجباك تتهمهم بالكذب زي ما برضو في نفس الفيديو يقعد التاريق عليهم وتاريق العبري بتاعه كأنه هو أصبح العالم الكبير جيسينيوس العالم العبري العلامة الفز للغة العبرية يعني يعني شيء مضحك شيء مضحك كمل مع بعض الأسوسة بيكذبوا يقولوا لك أن الكلام ده مذكور في العهد القديم قبل المسيح بسبعمائة وخمسين سنة تقريبا ومذكور أن المولود حيكون عمانوئيل الذي تفسيره والله معنى يعني المولود حيكون إله دي المشكلة أنا بالنسبة لي ما عنديش مشكلة فهل كلمتها علماء معناها العزراء بعض المسيحين بيقول لك كلمة علماء معناها عزراء وبعضهم بيفتي أكتر ويقول لك ده مش عزراء عادية ده عزراء مخطوبة كلمة علماء عزراء مخطوبة مش أي عزراء عادية عزراء مخطوبة علماء زي ما قلت معناها صبية بغض النظر بقى نحلتها الجنسية بتكلم عن فترة عمرية في تكوين 24-43 نص بيتكلم عن علماء بيقول له في واحدة انت حتروح حتروح لعنك الفتاة اللي هتشوفها وتسقيك مية تاي ماشي كلمة ها علماء كويس كلمة ها علماء تشير في الأصل إلى فتاة شابة ناضجة لكنها غير متزوجة تشير إلى مرحلة عمرية في حياة المرأة بصفة عامة وهي مرحلة يونج ومن سميها مرحلة الصبية الصبية ذكرت هذه الكلمة في الكتاب المؤدس سبع مرات بما فيهم إشعياء وهنيجي للشواهد دي لأنها لأنها مهمة جدا البعض بيقول لنا طبعا طب ليه إشعياء ماستخدمش كلمة اللي هي كلمة عزراء باتولا أو باتولا ليه ماستخدمش كلمة باتولا عزراء اللي هي تشير إلى العزروية ليه استخدم كلمة ها علماء الصبية بدل ما كلمة عزراء كويس ودي أنا هعدي الليكسكنز في كلمة علماء لكن هرجع إلى في الفكر العبري فيه أكتر من كلمة بتحدد المراحل العمرية للفتاة أو للشاب كويس يلدة دي أول مرحلة عمرية اللي بنسميها أنه يعني بنت صغيرة جرل لما عندك بنت صغيرة لحد قبل سن الاثناشر أو الاثناشر نسميها جرل كويس فيتصف البنت من لحد سن اثناشر أو تلاتاشر كلمة يلدة فيه كلمة تلتة نعرى ودي كلمة أخرى ويتعني فتاة صغيرة ظهرت فيها علامات النضج أو لما تعد تتقل بعد سن الاثناشر بيبدأ شوية فيه علامات النضج فيه بتبقى مظاهر جسدية وتغيرات جسدية فبيطلق عليها نعرى بمعنى أنها فتاة صغيرة وفيه بقى الكلمة علماء ودي المرحلة أخرى كلمة علماء معناها عذراء غير متزوجة قبل الزواج هي قابلة للزواج لكنها غير متزوجة كويس ولكنها سن يؤهلها للزواج كل القوميس على فكرة العبري بتقول لنا أنها فتاة في سن الزواج أو فتاة مؤهلة للزواج نعرى ليست فتاة مؤهلة للزواج فتاة بدأت في مرحلة التغييرات الجسدية كويس من سن الاثناشر وطالع لكن كلمة علماء هي بقى فتاة نضغت فتاة نضغة قابلة للزواج أو في سن الزواج كويس وزي ما قلت كلمة نعرى لما تيجي كلمة نعرى تشير إلى الجندر تشير إلى إذا كان ميل ولا في ميل لكن كلمة باتولة كويس أو باتولة تشير إلى العلاقة الجنسية related to the sexual experience يعني ما نقدرش ممكن يبقى واحدة عندها خمسين سنة وباتولة ليه لأنها ما جاوزتش كويس وممكن يبقى واحدة صغيرة جدا أيضا باتولة البنت صغيرة منه ما لهاش علاقة جنسية فكلمة باتولة تشير لا تشير إلى مرحلة عمرية كلمة باتولة تشير إلى علاقة جنسية أو الخبرة الجنسية كويس حاجة الثالثة كلمة علمة تشير إلى إذا كانت متزوجة أو غير متزوجة related to the marriage status كويس دولة ثلاثة كلمات اللي في العبري المهمين جدا طيب أجي بقى لم هنا استخدم النبي بروح النبوة كلمة علمة وليس باتولة لأن كلمة عذراء تحدد العذرية فقط كلمة عذراء ما استخدمهاش النبي هنا لأنها تحدد العذرية فقط لم يمسها رجل ولكنها لا تحدد العمر فلما يكلم عن هالعذراء هو بيكلم على هالصبية التي لم تتزوج بعد في مرحلة العمر الصغيرة ديا وعش كده ما استخدمش كلمة باتولة فكل فتاة شابة خلوا بالكم التعبير ده مهم جدا كل فتاة شابة هي علماء ولكن ليس كل عذراء فتاة شابة ممكن تبقى عندها خمسين سنة زي ما قلت وعذراء لكن كل علماء كل فتاة شابة لم تعرف رجل بعد وده في المفهوم يعني النهاردة حتى في المفهوم بتاعنا كلمة عذراء دايما لما تستخدم تستخدم فيها معنى سلبي إلى حد ما فينفعش تقول لابنك مثلا على فكرة أبو فلان عنده بنت عذراء لأنه استخدامك لكلمة عذراء indicated أو حمل معنى سلبي معاه فينفعش تقول كده لكن تقول عنده فتاة شاب عنده فتاة في سن الزواج ويس فلما يجي يتكلم في النص ده يتكلم عن فتاة في سن الزواج ليست متزوجة بعد وكل فتاة في زن الزواج ليست متزوجة بعد لم تمارس زكر لم تمارس الجنس هي عذراء هي عذراء المفهوم العام أن كل فتاة شابة عذراء إلى أن تتزوج الزواج ويس فهنا كلمة علمى فتاة صغيرة هي الأكثر دقة لانها من ناحية تؤكد على البتولية ومن ناحية أخرى تؤكد على عمرها بأنها فتاة شاب مؤهلة للذواج وفي زن الزواج كده الكتاب استخدمها الإشارة إلى رفقة كويس لما بعت إبراهيم عبده عشان يشوف فتاة لإصحاء ابنه فيقول كده فها أنا واقف على عين الماء وليكن أن الفتاة التي تخرج لتستقي وأقول لها اسقيني قليل من الماء من جرتك فتاة استخدمتها علماء وهي أعتقد أنه كل في مفهوم كل إنسان يهودي عارف قديم أنه كلمة علماء تعني عزراء فتاة في سن الزواج لكنها لم تتزوج بعد عشان كده يطلق عليها صبية فقالت لها ابنة فرعون اذهبي إنها أخت موسى كويس مريم فزهبت الفتاة أخت مريم كويس من قدام المغنون ومن وراء ضربون الأوطار في الوسط فتيات ضربات الدفوف كويس استخدمت هنا لرأحة أدهانك الطيبة اسمك دهن مهراك لذلك أحبتك العذارة استخدمت هنا أيضا ها علماء العذارة هن ستون ملكة وثمانون سرية وعذارة ها علموت بلا عدد لأنه عجيبة لأنه عجيبة فوقي وأربعة لا أعرفها طريق نسر في السماوات وطريق حية على سخ وطريق سفينة في قلب البحر وطريق رجل بامرأة علماء دول الست مرات بجانب الإشعياء سبعة أجي إلى جزء مهم آخر من المتعارف عليه زي ما قلت في ذلك زمان وفي مجتمعتنا الشرقية أن نقول أن فلانا عنده فتاة شابة وليس عنده فتاة عذراء فعزروية الفتاة أمر واجب الوجود ومفروغ منه إن كانت فتاة شابة فهي عذراء حتى ترتبط برجل ده الفهم العام ده القرينة ده اللي بيتكلم عنه هنا ترجمة السبعينية بقى فهمت إنه إشعياء بيقصد هنا عذراء وعش كده ترجمة كلمة ها علماء ببرثينوس اللي هي الكلمة اليوناني اللي تترجم بعذراء خلونا في آخر فيديو خلي بس المخرج يحط لنا آخر فيديو في التعليق على الترجمة السبعينية لأنه ده مهم جدا نعلق عليه البديو الأخير أن اليهود نفسهم ترجموا نفسهم خلي بيكم كلمة نفسهم دي أن اليهود نفسهم ترجموا على فكرة هو هنا هو هنا بيشك ايه هو هنا بيعمل نوع من الشك أنه بيشك في أن الذي ترجم أردو أن ما يقول أن ترجمة السبعينية تمت قبض الميلاد قول له أنت كذاب وانت بتخدعني ليه خصة كلها بتتكلم عن الأصفار الخمسة الأولى فقط سفر يا شعاة مش من ضمن الأصفار الخمسة الأولى يعني المترجمين ما ترجموش غير الأصفار الخمسة الأولى بقى الأصفار ترجموا وضموا إلى الترجمة السبعينية فيها ما بعد في قرون بعد كده تصل القرن الأول أو حتى القرن التاني بعد ميلاد انتهت الترجمة السبعينية لتضم الكتاب المقدس بأكمله أنا معرفش إيه اللقب اللي ممكن يطلق عليه يعني يعني زي ما قلت قبل كده هو عنده على فكرة الكذب مجرد يعني مصورة بتتفتح في الكذب انه اللي بيقوله ده غير حقيق ترجمة السبعينية بدأت في القرن التالت قبل الميلاد وانا هجيب لك يعني برهنين كويس يقولوا انه الكلام اللي انت بتقوله ده غلط هو عايز يقول ايه هو عايز يقول اه انه الترجمة السبعينية بس ترجمة الخمس أصفار الأولانيين اللي هم تكوين وخروجوا لوين وعدد وتسنية دي التوراة اللي ترجموها انما الأصفار الأخرى دي ترجمة متأخرة وبالتالي هذه الأصفار الأخرى كان ضمنها صفر أشعياء فالذي ترجم أشعياء من اللغة العبرية إلى اليونانية هم المسيحيين الوحشين فالمسيحيين الوحشين كويس علشان يحطوا اللي عملوا الآية دي تبقى كنها نبوة على المسيح فراحوا شالوا كلمة صبية وحطوا بدلها كلمة عدرق حطوا كلمة بارثينوس كويس طبعا انا ما عرفش المعلومات دي جابها منين المعلومات دي أساسا مش موجودة يمكن جات له وحي يمكن راح الغار أو الكهف وجاله نوع من الوحي هناك ايضا نوع جابها منين انا هقولك مصدرين يثبتوا ان انت اللي بتقوله ده غير صح ما عرفش اذا كان تقدر تخش على دائرة المعارف البريطانية كويس دائرة المعارف البريطانية ودي علمانية لا هي مسيحية ولا هي يهودية دي حاجة علمانية جدا الحتة الاخيرة اللي انا حاطتها عليها دي علامة بتقوله بتقول التورا اللي هي البنتة تيوخ الفايف اللي الخمس كتب بتوع موسى was translated near the middle of the third century الترجمت في منتصف القرن التالت قبل الميلاد and that the rest of the oldest man وباقي كتابات العهد القديم was translated in the second century bc يعني الخمس اصفار الاولانين الترجموا في نص القرن التالت قبل الميلاد والاصفار التانية الترجمت تقريبا في القرن التاني قبل الميلاد يعني حوالي متين سنة قبل الميلاد دي دائرة المعارف البريطانية قويس دي حاجة كتاب آخر عن الترجمة السبعنية اسمه the life after death قويس the translation of the septuogen بيقولي في كتاب دوان the translation of the septuogen itself began in the third century بدأت في القرن التالت قويس and was completed وانتهت الترجمة سنة 132 قبل الميلاد يبقى بدأت بالاصفار الخامسة لكن العهد القديم كله كان الترجم سنة 132 قبل الميلاد يعني عندك العهد القديم كان ترجم قبل ميلاد الميلاد كان خلص كله في القرن التاني قبل الميلاد ولم يترجم اشعياء مسيحيين لكن ترجموا يهود والترجمة بتاعتهم ترجمة دقيقة ولهم فهموا انه كلمة ها علماء يعني بيها في العهد القديم انها بارثينوس عزراء كويس انا جبت الكلام ده منين جبتهم من مراجع للأسف انت بتضحك على الناس انت بتضل الناس وطبعا فيه ناس كثيرة بسيطة بتسمع وممكن تشك لكن فعلا كل الكتاب موحى به من الله ولما مت قال لكي يتم مقيلة بالنبي هل عذراء تحبل وتلت فعلا دي معجزة حصلت وتحقيقها الوحيد كان في شخص يسوع المسيح الذي ولد من عذراء ويدعى اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياه عندي كان معلومات كتيرة لكن الوقت عارف لم يسعفني نقدم كل حاجة لكن عايز اقول لحضراتكم انه لا تدعوا احد يشكككم في مصدقية الكتاب المؤدس فكل ما يقال من هجوم على الكتاب المؤدس ما هو الا كذب وتضليل وتدليس على كلمة الله وستظل كلمة الله الى الابد الى ان نلتقي في حلقة جديدة سلام المسيح يكون معكم